طيب جيمي واحدة من الملحوظات اللي شفتها النهاردة وكان هو متقلق جدا مع مارس الكوري الموسم الماضي واسمية الحاجة ازاي كان متقلق جدا مع مارس الكوري الموسم الماضي عشان هو فيه ثنيته حاجة نعرفها متقلق جدا مع مارس الكوري الموسم الماضي هو اكتر واحد برزو تقريبا في مركز الجناح الايمن راجل اصيب كريم فؤاد وبتاعة فترة رجع تاني مع النادي الاهلي وبدأ يتقلق ومرة اخرى يقعد على الدك حتى لو انت في الفترة دية محتاج كل اللاعبين اللي عنده كريم فؤاد ده زي بقولك ده ايه ده بتع مارس الكوري يعني وقت موسماني كريم فؤاد هيمشي ايه اللي ما بيخلوهش يعتمد عليه طيب قبل ما نروح لكريم فؤاد ما تخلينا كريم فؤاد لا لا طيب ما نروح لكريم فؤاد في لقطتين كده بساط مش هما موضوع اللي نقول بس هما يعني ليهم علاقة نوع عمال لقطتين يخصوا طهر محمد طهر اه كابتن خالف بيبو مدير الكورة في النادي الاهلي طول الوقت عنده حمية كابتن محمد رمضان كابتن سابط البطل كابتن سالة عبدالحفيز اي حد اي حد لما الاهلي كون خسرون في الدقيقة 91 فاشة بأي شكل من الاشكال هنا عشان الناس تفوق تاخد الكلام في سياقه لا بقوله اتخاني مع حد لان المباراة مسلا ما كانتش فيها ازامات تحكمية وكانتش فيها مشاكل فلكن ان انا لا لازم بيقف على الخط بشد لعبتي انا في الاخر مدير الفرقة بالكامل فلازم بيقف شد لعبتي باي شكل من الاشكال انا كابتن خالف بيبو الناس العزيزة جدا على قلبي لكن في النهاية لازم يبقى عارف ده لازم ما يبقاش بهذا الهدوء لما يكون عنده لقطتين في الدقيقة 76 ولقطت في دي 91 والامور بالنسبة له هادية جدا انا بكلمش على الحكم ولا بكلم على الحوار ومع الحكم لانه كانش فيه حاجة في المباراة لها الاخرى بالاخطاء التحكمية لكن وهي نصيحة ما بين قوسين دون افراط او تفريق ايه معانيش معانيش اللقص دي فيها ايه كابتن خالف بيبو شخص هادئ جدا اللعيب المصري اللعيب المصري لازم الراجل اللي وقف معاه الخط مش هيبقى وقف مدير فعني هادي وقف مدير كرة هادي والامور هادية جدا والاهل متأخر في النتيجة وعنده مشكلة دي لقطة خروج مارس الكولر وبالمناسبة مارس الكولر الكريم كان غاضب جدا جدا في قط اللبس ورفض رفض انه ادلب اي تصريحات صحفية بعد المباراة بسبب غضبه من اللاعبين اخيرا اخيرا فيما تعالى من كابتن خالف بيبو وتاني ودون افراط او تفريط الانخفاض اللي عند النادي الاهلي مش بس فني فيش وقت يسمح بان احنا نتكلم في تفاصيل لكن ممكن اقول تفصيلة في راجل مدير هو اسم مدير كورة صحيح في راجل مدير بيبقى قوي جدا شخصيته قوي جدا وهو هادي ومبتسم وبيشتغل بهدوء في شخص تاني بيبقى قوي الشخصية بالزعيق يعني مش بقول ده صح وده غلط عشان عادي في المقرنة تعمل على تقول بس كل واحد بديه اسلوبه ببساطة يعني انا اسلوب اي يا عم انا ما بزعقش انا ما بغلطتش في حالة انا ما بديه حتى وانا بيتكلم مع الحكام ببقى مبتسم كده عشان حديجه ويقوله انت غلطان في حقي مسلا يعني ده اسلوبي انا شخصي كده برضو اللي ببتنرفس ببقى قادي فده اسلوبه هل ده عيب؟ ده عيبه؟ انا كملت الجملة قلت بدون دخول في تفاصيل كتير الوقت لا يسمح بعرضها المشاكل داخل داخل فريق النادي الاهلي هذا الموسم مش بس فني تمس